والأخبار الرياضة يلتقي اليوم المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره آي سواتيني ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة للهائيات الأمم الأفريقية 2019 وأنه المنتخب بقيادة المدير الفني المكسيكي خفير أجاري تدريباته بمشاركة جميع اللاعبين الدوليين وفي مقدمتهم نجم نادي ليفاربول النصرية محمد صلاح حول أجواء متابعة الجماهير للمباراة ينضم إلينا مراسل أكسرا نيوز الزميل أحمد عبد الرازق أحمد تحياتي لك وإليك الكلمة بسال الخير تحياتي بالفعل كما ذكرت يستعد المنتخب الوطني المصري لملاقات نظيره منتخب سوازيلاند وكما تظهر الصورة بدأ يصطف الجماهير في المقاهي في وسط المدينة وفي المهندسين وغيرها من أحياء القاهرة لمشاهدة هذه المباراة تستعد المقاهي قبل هذه المباراة بساعات من أجل استقبال الجماهير المصرية التي كانت حريصة على متابعة هذه المباراة منها المفترض أن المنتخب المصري يستعد لاقتناس ثلاثة نقاط من هذه المباراة ليتأهل حيث يتصدر المجموعة ليكون في الترتيب الأول أو الثاني بعد تونس التي تتصدر المجموعة حاليا وربما كما تظهر الصورة باقية دقائق على بداية المباراة بين المنتخب المصري ومنتخب سوازيلاند ونتابع معك على مدار المباراة ردود أفعال الجماهير التي جاءت تشارك أو تدعم المنتخب المصري في هذه المباراة لتأهيله لمنديال الكاميرون لكائسة الأمم الأفريقية في الكاميرون عام 2019 عبد الرازق أنا أشكرك شكرا جزيلا مراسل إكتشرا نيوز نتمنى الفوز لمنتخبنا الوطنية